تصعدت حدة الخلافات بين وزير المالية الإسرائيلية بيتسل إيل سوموتريتش ومفوض الميزانيات يوجاف جرادوس بسبب تعويضات نازح غلاف غزة وبدورها توقعت وكالات التصنيف الاعتمالي أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة إجراءات مؤلمة وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الأنفاق الكبير على حرب غزة خلافات وانقسامات لا تنتهي تصيب حكومة الحرب الإسرائيلية يوما بعد الآخر في ظل تصاعد الأصوات المنادية بنهاية الحرب التي تؤثر بالسلبة على التماسك الداخلية فضلا عن تداعي الاقتصاد حدة الخلافات تصاعدت بين وزير المالية الإسرائيلي بيتسائيل سوماترش والذي يرغب في تنفيذ بند خارج الموازنة العامة للبلاد لصالح النازحين من غلاف غزة ومفاوض الميزانيات يوجاف جرادوس والذي يصمم على أنه تم بالفعل وضع الموازنة وأنه لا تغيرات بأثر ركعية مصادر أعلامية إسرائيلية وصفت الخلاف العلاني الذي نشب بين المسؤولين الاثنين فأنه غير مألوف على الرغم من اندلاع صراعات مماثلة بين مسؤولين سابقين ومع ذلك يقول بعض الخبراء داخل إسرائيل أن المشكلة لا تكمن فقط في تأخير وزير المالية في إعداد الميزانية بل أيضا في نوع الطلبات التي يوجهها إلى مسؤول الوزارة مضيفين أن ما يريده سوماترش هو أن يفعل المسؤولون ما يقوله الوزير بما في ذلك استرداء الجمهور لأغراض سياسية بدورها توقعت وكالات التصنيف الاعتمانية أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة إجراءات مؤلمة وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة وذكرت صحيفة جيروزلم بوست الإسرائيلية أن عدم إحراز تقدم بشأن الميزانية يعني أيضا أن الاستجابات الاقتصادية الضرورية للتداعيات المترتبة على الحرب في قطاع غزة لم يتم اتخاذ القرار بشأنها بعد وهو ما يساهم في تعميق عدم الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي شكرا